مفارقات عجيبة في عراق العجائب مع استمرار ارتفاع أسعار النفط معدلات البطالة ترتفع والأسواق تهيمن على جيب المواطن السيد الحكيم يختتم زيارته إلى البصرة بعد لقاءات بشرائح متعددة وإشادات بصرية لنتائج الزيارة الإيجابية وعلى السوشال ميديا منصات الميديا الاجتماعية تثني على زيارة السيد الحكيم للبصرة ويعدونها دلالة على رصانة القيادة الحقيقية مصادر سياسية تكشف عن مفاوضات حقيقية لإنهاء الأزمة الحالية والأغلبية الموسعة أهم المفاوضات بين الإطار والتيار في زمن القحط زاد البلاء واقع الفقراء وفي الرخاء تضاعفت مصيبة هؤلاء هو ثابت حالهم ارتفع النفط سعرا أم شحت الخزينة مالا لكن أمرهم أمر وأكبر عندما جار الغلاء على الأسواق لينهش من جيب المواطن ما له؟ قالوا قالوا هي أزمة دولية لا دخل للحكومة الحالية التي بادرت بمنح مالية لتعين المواطنين المتضررين لكنني سمعت نصيحة من أحد المستفيدين وهو يضع حلا لهذه الأزمة قالها وبثياب رثة وفمن يتفوه حكمة ووضع تملأه العفة خذوا دنانيركم واجمعوا ما تنفقونه وابنوا لنا مشاريع لها النفع في المستقبل واختتم بالقول نريد وضعا يرسم مستقبلا لنا لا يرخص أيدينا قادني هذا الحديث البليغ لتساؤل يطرق دائما لماذا لا يدعم الفلاح ولا تدعم المشاريع المعطلة ولماذا لا تستثمر الوفرة المالية نحو تشييد المصانع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل التباكي مع كل حدث دولي أسعار النفط قامت تصعد بشكل غير مسبوك البورس تصعد العراق بصير إراداته مضاعفة تغيير سعر الصرف مع هذا الارتفاع في واردات العراق بالدولار نتيجة بيعنا فت فصارت غفرة مالية وهذه الوفرة المالية سيف له حدين قاتلنا في سنوات ماضية حتى نمرر قانون البترو دولار وأن المحافظات المنتجة للنفط في كل برميلة لخمسة دولار قانون تشريح ملزم من الثلاثة عيش ولليوم كل سنة وقالنا والله مزاعي الدول ما تكفي يا دوب احنا نمشي رواتب القضايا الضرورية نشير خمس دولارات من كل برميل معناها هذا مبلغ كبير شون نعوضه ما قادرين إذا أكو وفرة مالية هاي الوفرة المنتجة تعطى حق المحافظات المنتجة البصرة أولها والمحافظات الأخرى البترو دولار يجب أن يعود إلى البصرة مو كل دفعة واحدة ما يقدرون بشكل تدريجي خليطون حتى تنهض هذه المحافظات وهذا حقها ما دالطالب بشيء ضعفي دالطالب بحقها وهذه مسألة جدا أساسية ومهنة شهدت الأسواق التجارية ارتفاعا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية والسلع والبضائع الأساسية منذ أيام جراء تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العرهقي حيث أثار ارتفاع الأسعار قلق واستياء المواطنين وأصابهم بالإحباط لأنه يمستقوتهم الضروري خصوصا شريحة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتزايد نسب البطالة والفقر بين الشباب لأكثر من 40% نتيجة سوء الإدارة والتخطيط في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى حاجز 130 دولار الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة للحد من الأزمة وتعزيز الأمن الغذائي وكبح ارتفاع الأسعار في الأسواق التجارية شهد العراق خلال عدة أسابيع ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الرئيسة ما أدى إلى تضرر الشرائح المجتمعية الضعيفة بالرغم من القرارات الحكومية الأخيرة إلا أن مراقبون أكدوا على أهمية إيجاد بدائل علمية وآنية لتعزيز الأمن الغذائي وكبح ارتفاع الأسعار صباح حكيم والتفاصيل قرارات حكومية استهدفت السوق لسيطرة على الأسعار وكبح جماح الغلاء الحاصل وإن كانت لها تبعات قللة تدريجيا من سعر بعض السلاع والبضائع والمنتجات الغذائية التي أشعلت السوق قبل أيام إلى أن خبراء مال واقتصاد أكدوا أهمية البحث عن حلول ستراتيجية جذرية للمشاكل الاقتصادية في البلاد والأمن الغذائي ومعاناة قلة توفر المحاصيل الزراعية والإنتاج المحلي الصناعي الذي وئد بفعل الإهمار وجهات حرصت على ديمومة الاستيراد لجني منافع مالية لها إذا انتظمت وزارة التجارة في توزيع مفردات البطاقة بشكل شهري بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي على الأسعار ويتطلب من الحكومة ووزارة التجارة زيادة مفردات البطاقة التنوينية وتنوية حتى تتقل حاجة الأفراد للتسوق الخارجي أراض زراعية على مساحات واسعة هجرت ومعامل أغلقت أبوابها وتم بيع معدات العمل فيها منذ سنوات مع التقصير الحكومي في إعانة تلك الجهات التي تعد العنصر والرافد الأساس في تأمين الأمن الغذائي لتقضع البلاد لحالة العرض والطلب في الأسواق العالمية والتضرر بحالات الارتفاع مشكلة أنه المفروض أنه وزارة التقطيط أنك عندها خطة قريبة الأمد متوسطة للأمد بعيد للأمد نحن كليةها ما موجل عندناها نحن كليةها كلها حلولنا ارتجالية يعني ليس حلول جذرية حلولنا ارتجالية ما الفورا عندنا هذه الأزمة نريد نطلع من الأزمة شنسوي واحدين ثلاثة ننتهينا وخلصة رجعنا على نفس الجسم ما عندنا نحن خطة طويلة الأمد وتعمل الحكومات على مدى مختلف الدورات برد الفعل على الفعل الحاصلي دون النظر بأسباب المشاكل وحل التعقيدات لتتمكن البلاد من مواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية والغذائية ومواكبة الأحداث العالمية بالرخاء والعسر وتقليل حجم الضرر الحاصل وبطرق علمية لا حلول آنية مشكلات دولية أثرت على الأسواق العالمية وألقت بظلالها على العراق الذي يحتاج إلى خطط طويلة الأجل لا حلول ترقيعية وقتية ينتهي مفعولها مع مرور الأيام صباح حكيم الفرات بغداد موسيقى 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 نظمت غرفة تجارة بغداد ورشة عمل حول الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية حيث أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء لمعالجة أزمة الغذاء هي إجراءات ارتجالية تعكس غياب الرؤية وإنعدام الحلول الستراتيجية مؤكدين على ضرورة تفعيل القطاع الخاص لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة على الأسواق التجارية وإعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية بين بعض الوزارات وغرفة التجارة ندوة تخصصية من أجل الخروج من هذه الأزمة الملقاة على أبناء هذا الوطن بسبب الأخطاء الستراتيجية التي انتهجتها بعض الوزارات وبعض المسؤولين في الحكومة العراقية نتمنى من الحكومة العراقية أن تعيد النظر بالعلاقات الاقتصادية مع رجال الاقتصاد الوطني العراقي متمثلا باتحاد الغرفة التجارية العراقية وغرفة تجارة بغداد نتأكد أنه نحتاج إلى رجال منهم خارج السلطة لحال هذه المشكلة وهذه الأزمة طالما السلطة اليوم غير قادرة على حلها نحتاج إلى القطاع هو الحل العلمي أن يكون للقطاع الخاص دور كبير والخبراء في القطاع الخاص أن يكون لهم دور كبير في حال هذه المشاكل لا أن يكون الاعتماد اليوم على وزارة التجارة ووزارة الزراعة والذي أنا أطالب شخصيا دائما بحل هذه الوزارات وإنهاءها وتشكيل لجان وهيئات بخبرة عالية تظاهر العشرات من أبناء قضاء السنية شمالي محافظة الديوانية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق التجارية مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة لسيطرة على الأسواق المحلية وحماية الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من مضاربات الأسعار ليس صلاح والتفاصيل مع ارتفاع أسعار السوق ترتفع وطيرة الاحتجاجات المطالبة بإيقاف التدهور المعيشي الذي أثقل كاهل المواطنين في قضاء السنية شمالية الديوانية احتج الأهالي منددين بالعز الحكومي أمام واقعا اقتصادي متهالك سعدوا علينا الدولار قلنا ما يخالفوا عين وباشروا عقب النوبة بدأت بهذه ما نعرف الزيت اللي صار بربعة الزيت اللي يصير بربعة الزيت اللي يصير من لين يجيب هم الله يمطيهم العافية الله يمطيهم العافية مسواكم يوصل للبيت بلاش ببلاش يحنا وين نروح الضرر الرئيسي على الفقير وهذه المنطقة أكثرها فقراء أكثرها كادحين أكثرهم غير موظفين أكثرهم في بيوت الصفيح أكثرهم يعانون من نقص الخدمات ضحف الدور الرقابي يساعد أيضا على تضرر شريحة الفقراء جراء انخفاض القدرة الشرائية صعدوا التمن جيس الطحين صار بخمسين ألف بطل الزيت وصل لخمس آلاف هالناس هاي الكسبة هالناس هاي العاطلة مين يجيب بس تريد أعرف عندك غاز عندك طلاب مدارس عندك سحب مولدة يعني مرضة أسعار لأدوية زينب شرفك بطل زيت هنا عراق عندك معمل زيت هذا بالمتحتية عندنا معمل زيت بالعمارة بميسان عندنا الشركة العامة للزيوت النباتية منتجات الغذائية ليش ما تسمحونهم ليش ما تخلونهم الشكر مال الاتحاد تالي أشيل كيلو شكر من الطبقة الفقيرة شيلة على الطبقات العلية وفي تصريح سابق للفرات أكد وكيل وزير التخطيط أن المحافظة تعيش تحت خط الفقر موضحا ضرورة دعم شريحة الفقراء استحقاق الناس أهم بالدوانية استحقاق أكثر على مستوى الفقر ولا مستوى الحاجة الحقيقة ملتزمين كوزارة وحتى الدولة بسرعة ملتزمة أنه توفر أفضل أو أكثر ما يمكن من التخصيصات والمشاريع اللي بنا تحتية حتى تحسن وضع المحافظة المحافظة معرفة عندنا وضعها بالمؤشرات الفقر ومن واجب أن نستجيب لهذه المؤشرات في خضم أزمة مغلقة تعلو أصوات المطالبة بالمعالجات لمنع انهيار معيشي وشيك ظهرت بوادره بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية من قضاء السنية في الديوانية ليس صلاح الفرات للمزيد ينضم معنا في المرصد الخبر عضو مجلس اتحاد رجال الأعمال عبد الحسن الزياد أهلا وسهلا بك سيد عبد الحسن بداية هل تعتقد أن الإجراءات الحكومية كافية وناجعة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة الحكومة بادرت إلى مبادرات ولكن هذه المبادرات التي أشوفها هي مبادرات ضعيفة وأنا بتقديري خجولة بالوقت الحاضر نعم نتذر يبدو أن هناك خلل ما في الصوت نعم نعم أكو خلال في الصوت نعم أسعار النفط قامت تصعد بشكل غير مسبوق البورسة تصعد العراق بصير إيراداته مضاعفة تغيير سعر الصرف مع هذا الارتفاع في واردات العراق بالدولار نتيجة بيع النفط فصارت غفرة مالية وهي الغفرة المالية سيف له حدين قاتلنا في سنوات ماضية حتى نمرر قانون البترو دولار وأن المحافظات المنتجة للنفط تُعطى حق المحافظات المنتجة للبصر أولها والمحافظات الأخرى البترو دولار يجب أن يعود إلى البصرة مو كل دفعة واحدة ما يقدرون بشكل تدريجي خليطون حتى تنهض هذه المحافظات وهذا حقها ماذا الطالب بشهبها فيه ده الطالب بحقها وهذه مسألة جدا أساسية ومهمة مشاهدين الكرام نعتذر عن هذا الخطأ الغير مقصود نرحب بك مرة أخرى السيد عبد الحسن الزياد عضو مجلس اتحاد رجال الأعمال وبالعودة إلى السؤال هل تعتقد أن الإجراءات الحكومية كافية وناجعة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم نحن بالحقيقة بالعراق هذه المشكلة التي تعودناها قد ما يوقع الخطأ وتكبر العملية تدخل الحكومة بالوقت الذي كل دول العالم لديها خصوصا في مجال الاقتصاد لديها مجالس اقتصادية متخصصة ويرأسها غالبا ما يكون رئيس الوزراء هذه المؤسسات الاقتصادية ويصير أزمة اقتصادية أو مشروع ما تدخل وتحل المشاكل لأنه هي على طول متواجدة مع رجال الأعمال مع المزارعين مع كل فئات الشعب وقريبة من القطاعات المهنية الاقتصادية هذه ما موجودة بالعراق وإحنا طالبنا بها منذ زمن طويل حاولنا أن نحقق هذه حتى تحل جزء من المشكلة الاقتصادية الآن إحنا لما وقعنا بأخطاء كبيرة كبيرة وكبيرة جدا وإنشلت حركة الاقتصاد بالعراق وتوقفت كل العملية الانتاجية في الوقت الذي إحنا بلد بكل القدرات وبكل الإمكانيات أن يستثمر كل شيء وينجح في كل شيء يعني في مجال الزراعة في مجال الصناعة في مجال البناء في مجال الإعمار في كل المجالات إحنا عندنا مواطن عند خبرة وقادر لأنه إحنا بلد معادي لكن مع الأسف إهمال الدولة خلال هاي السنوات اللي مرت والسنين الحروب اللي دخل بها البلد الآن اتأخر البلد وعدم دعم القطاع الخاص هي هاي المشكلة الرئيسية في إدارة الدولة أنه أهملت القطاع الخاص ولم تدعم القطاع الخاص دولة طالما تدعم ما تدعم القطاع الخاص وما تتعاون مع القطاع الخاص كل عملها هو غير صحيح وعملها كل أخطاء يعني برأيك ما الخطوات المطلوبة والإمكانات التي تمتلكها الدولة لتعظيم إيراداتها وإيجاد بداء الأخرى للنفط الحقيقة الدولة لديها مشاريع جدا كبيرة ومشاريع استثمارية عالية وممكن تخدم وطور البلد مثل الغاز مثل المشاريع الأخرى مشاريع البترو كيميائيات مع الطلب الوقت اللي هي كانت تعمل سابقا مشاريع الأسمدة عاطلة عن العمل تقريبا وهذه كانت تعمل وستحاجة العراق من الأسمدة يعني أنت ما تقدر تزرع إذا ما عندك محامل أسمدة جاهزة توفر لك السمال وبسعر مدعوم إلى البلاح ما تقدر تشتغل بس صناعي إذا ما تكون عندك بترو كيميائيات جاهزة تدعم البلد وبيصير أنت تستورد بالوقت اللي أنت عندك أكبر منشأة وأول دولة بالمنطقة تصنع بترو كيميائيات والآن هي متوقفة عن العمل بسبب إدارة الدولة الغير قادرة على تشغيل المشروع بالوقت اللي هو المشروع جاهز نعم سيد عبد الحسن يعني في حال نفاذ المخزون السراتيجي كيف يكون معالجة الأمر وكيف يكون مصير طبقات الهشة والمستضعفة بالحقيقة يعني بالنسبة للدولة العراقية عدها مجال لكثير من الأمور أولا إحنا عدنا إنتاج محلي خصوصا في مجال الحبوب إحنا الآن وضعنا بمجال الحبوب إحنا في مجال الحبوب عدنا خلال شهر الرابع والخامس هو بحدود الخمس أقول مليونيا إلى ثلاث ملايين طن لو الدولة اهتمت ودعمت الفلاح وأنطتها واستحقاتها الدولة حرمت البلد من إنتاج الزراعي اللي هو كان خمس ملايين طن سنويا بسبب الإهمال وسوء الإدارة هذا ما سبب إشكالية كل الشبيرة الآن طيب انت طرقت موضوع القطاع الخاص نعم تفضل الدولة تبتشي على المستورد مع الأسف يعني خصوصا للوزارات ودوائر الدولة لأن مستفيدة تأكد جهات مستفيدة من المستورد بالوقت اللي إحنا نقدر ننجز كثير بدون مستورد بلدنا عنده قدرة أن يشغل الناس وإحنا عدنا عشر ملايين عاطل عن العمل بسبب أنه سبعين بالمئة من مواردنا أو من موادنا هي مستورد بالوقت اللي إحنا نقدر نقلل المستورد ونضاعف سعر المستورد حتى نشغل الإنتاج المحلي مع عضو مجلس اتحاد رجال الأعمال عبد الحسن الزياد شكرا جزيلا لانضمامك لنا في المرصد الخبري وشكرا على هذه المعلومات الوافية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يلتقي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ويؤكد تبني العراق مبدأ الحوار أساسا لحل الأزمات بين البلدان وكالة الاستخبارات تعلن ضبط ستة مواقع تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية في كاركوك وبغداد وميسا وزارة التربية تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا من الطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية منذ بدء السنة الدراسية بلغ 2018 إصابة محافظة أربيل تعلن استناف مهرجان آذار ونوروز بمشاركة 2500 شخص بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية اختتم السيد الحكيم زيارته إلى محافظة البصرة والتي استمرت ليومين متتاليين وتضمنت عدة جولات ولقاءات وزيارات في مختلف الأماكن والأوساط زيارة السيد الحكيم شملت جميع أقضية ونواحي المحافظة وتضمنت محطاتها لقاءات الحكومة المحلية وزيارة عوائل الشهداء والتنقل بين مظائف السادة والعشائر والشيوخ ولقاء وكلاء المرجعية الدينية العليا وزعيم الطائفة الشيخية كذلك لقاء النخب والكفاءات والشعراء والأوساط الفنية والرياضية في جلسات حوارية وتجول في شوارع المحافظة وأروقة المدينة الرياضية ليكون افتتاح حسينية شهيد المحراب قدس سره الشريف آخر محطة لزيارة سيد الحكيم إلى البصرة إلى ذلك أكد رئيس تحالف قواء الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال زيارته إلى محافظة البصرة ولقائه شيوخة ووجهاء قبيلة العيدان على أن الوفرة المالية سلاح ذو حدين فقد تصرف في موضعها وتكون نعمة للمواطن وقد تصرف في غير موضعها فتملأ جيوب الفاسدين أسعار النفط من ترتفع سيف ذو حدين مو بالضرورة تكون القضية مفيدة للناس ليش بس ترتفع أسعار النفط كل المصانع بالعالم اللي تشتغل على الوقود صار كلفها أعلى من صارت كلفها أعلى يعني مبيعاتها بضائعها منصير أغلى زين إحنا بلد استهلاكي كل شيتنا أشياء كثيرة مما نحتاجها من مأكولات ومشروبات وملابس وكل أشياء شما تحط إيدك هاي تركية ديتشا إيرانية هادي فلانية هادي فستانية هادي مدرمنين كلها نستوردها من برا بضائعنا حياتنا قائمة على استيراد من الخارج فإذا إجتنا البضاعة أغلى المواطن يكون يشتريها بالسعر أغلى راتب أتغير لا هو نفس الراتب إذا كان من ذوي الدخل المحدود والمحدد الكاسب مماردة زادت لا ما زادت والبضاعة من تغلى القدرة الشرائية للناس تقيل لذلك كل القطاع الخاص اللي كان يشترون عند السيارة اليوم ما يشتروها ما يقدرون بنفس المقدار يشترون اللي كان يشترون ملابس ما يقدرون بنفس المقدار يشترون اللي يشترون مواد غذائية ما يقدرون بنفس المقدار القدرة الشرائية تضعف المبيعات تتقيل التجارة تتأثر المواطن راتب هو نفسه كان يكفي لشراء أشياء الآن بعد ما يكفي لشراء نفس الأشياء صارت أغلى زيارة مكوكية اجراها السيد الحكيم الى البصرة لم تقتصر على مكان او شريحة في جميع محطاتها ولم تخلو من مطالبات ودعوات لضرورة انصاف المحافظة ومنحها استحقاقاتها التي يتصدرها البترو دولار احمد الزيدي والتفاصيل الى فيحاء الجنوب وسلة خير العراق الى البصرة المعطاء كانت زيارة السيد الحكيم في جولة حملت الكثير من الابعاد الاستماعية والوطنية لتكون اولى محطاته اللقاء بمحافظها واعضاء حكومتها المحلية والقادة الامنيين فيها ليؤكد من هناك على اهمية الارتقاء بالواقع الخدمي للمدينة واستحصال حقوقها المادية وتعويضها عن اضرارها البيئية واكمال المشاريع الستراتيجية ومنها ميناء الفاول كبير اسر الشهداء في المحافظة كانت المحطة الاهم في الزيارة اذ استذكر سماحته مآثر الشهداء وتضحياتهم الجسام فضلا عن ما قدمته البصرة من اعداد كبيرة من الشهداء دفاعا عن الارض والمقدسات وبعد محطة الشهداء التقى السيد الحكيم بجمع من شيوخ العشائري وزار عدد من المظائف فيها ومن هناك استذكر التأريخ الناصع للعشيرة العراقية ودورها الفاعل في الازمات والملمات مؤكدا على ان قوة الدولة بقوة العشيرة داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة تصحيح بعض الاعراف الخاطئة كاعتماد السلاح واستخدام القوة المفرطة في النزاعات والخلافات عبر اللجوء الى القانون واحترام هيبة الدولة ولأهمية الرياضة في قياس حيوية الشعوب كانت المدينة الرياضية احدى المحطات المهمة التي التقى فيها بجمع من رياضي المحافظة وابطالها معربا عن سعادته برفع الحضر عن الملاعب العراقية مع اهمية تطوير الرياضات المختلفة في البلاد الاستماع الى هموم البصرة واهلها وتدارس مشكلاتها هي المحطة التي التقى فيها بجمع من النخب والكفاءات هناك حيث دعا بعد الاستماع الى المداخلات القيمة الى ضرورة انصاف المحافظة ومنح مستحقاتها من البترودولار واستثمار الوفرة المالية لتحريك المشاريع الستراتيجية لا سيما المنجزة بنسب عالية وفي اطار الزيارة التقى بوكلاء المرجعية في البصرة واقضيتها فضلا عن اللقاء بزعيم طائفة الشيخية في العراق سماحة السيد عبد العالي الموسوي حفظ حق المكون الاكبر سيحقق العدالة في تمثيل المحافظات واستحصال حقوقها هو ما اكده سماحة السيد الحكيم في محطة اللقاء بالحجد الكبير من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطنية في البصرة وفي ختام الجولة المكوكية في محافظة البصرة افتتح سماحته حسينية شهيد المحراب قدس سره الشريف لتكون مسك الختام في الجولة التي شملت اللقاء بجميع الشرائح المجتمعية في المحافظة واستعرضت الهمومة والمشاكل التي يعاني منها البصريون لقناة الفرات احمد الزيدي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى ذلك كشف النائب عن تحالف قواء الدولة الوطنية علي شداد الفارس ان اهالي البصرة طلبوا السيد الحكيم بالضغط على الحكومة باطلاق التخصيصات المالية للسنوات الماضية والبترو دولار التي حرمت منها المحافظة بسبب العجز المالي نلاحظنا هناك خجل صراحة من ربما ادارة الحكومة المحلية في مطالبة الحكومة الاتحادية وهذا ما حمله ابناء المحافظة لسماحته بان يكون له موقفا ايضا بالضغط على الحكومة الاتحادية باطلاق التخصيصات المالية للسنوات الماضية واطلاق تخصيصات البترو دولار التي حرمت منها محافظة البصرة بسبب العوز المالي التي مرت بها الحكومات السابقة والحجة بان اسعار برميل النفط كانت منخفضة واليوم نرى بانه لا توجد حجة لدى الحكومة الاتحادية وعليها ان تقوم باطلاق التخصيصات المالية وتخصيصات البترو دولار ودعم المشاريع التي توقفت لسنوات طويلة جدا في محافظة البصرة التي تخص قطاع الصحة وتخص قطاع التربية وغيرها من القطاعات المهمة والبنى التحتية في محافظة البصرة وللحديث عن ابرز محطات زيارة السيد الحكيم الى محافظة البصرة والدعوات التي اطلقها ينضم الينا من هناك عضو المكتب السياسي لتيار الحكم الوطني الدكتور حسن خلاطي اهلا وسهلا بك دكتور بالبداية السيد الحكيم اكد خلال لقائه حكومة البصرة المحلية على اهمية الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة واستحصال حقوقها المادية اين تكمن هذه التأكيدات تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا اسمحوا لي في البداية ان ادخل لمقدمة في الحديث اولا شخصية السيد الحكيم تحمل عدة ابعاد ابعاد دينية ابعاد اجتماعية ابعاد عشائرية بالاضافة الى البعد السياسي وكل جانب من هذه الابعاد انعكس خلال هذه الزيارة من خلال اللقاءات بشرائح المتعددة فالابعاد الدينية التي تضرب بجذورها الى اكثر من مئة عام من خلال مرجعية زعيم الطائفة سيد محسن الحكيم وارتباط الناس السائلين على خطة المرجعية بهذه العائلة الكريمة انعكس من خلال اللقاءات المتعددة مع وكلا ومعتمدية المرجعية ومع الواجهات والشخصيات الدينية في محافظة البصرة وعلى المستوى العشائري كان هناك اكثر من لقاء مع مختلف زعماء وشيوخ عشائر المحافظة وعلى المستوى الاجتماعي وهو ايضا جانب مهم وبعد مهم كانت هناك زيارات ولقاءات متعددة لشرائح مجتمعية مختلفة شملت ايضا حتى النخب والكفاءات من خلال برنامج مخصص للنخب والكفاءات في محافظة البصرة استمع من خلاله الى العديد من المساة النظر دكتور سيد الحكيم دعا شيوب ووجهاء العشائر الى تصحيح بعض الاعراف الخاطئة كاستخدام السلاح والقوى المفرطة في النزاعات كيف تلقت الاوساط العشائرية هذه الدعوات نعم بكل تأكيد طبعا توجد بالاضافة الى توجد بعض المشاكل العشائرية في هذه المحافظة المتعلقة بالنزاعات العشائرية نعم كانت تأكيد من سماحة السيد الحكيم على ان العشيرة والجانب العشائري هو الذي يحفظ الوجود في العراق وتحدث عن ثلاثية العشائر والشعائر والمرجعية والتي حفظت الوجود في العراق بشكل عام وان كانت هناك بعض الثغرات في الجانب العشائرية فدعا الى تصحيحها من خلال العشيرة نفسها حتى انه الكثير من القضايا والاخطاء التي تقع يمكن ان تصحح من خلال نفس الجانب العشائر يعني نفس العشائر هي التي تصحح وتقوم ولا يأتي هذا التصحيح من جهة خارجية بل من نفس العشائر التي اعتادت ان تضع الاصول وتضع السنائن الصحيحة نعم طبعا يبقى الجانب السياسي جانب له دور كبير من خلال هذه الزيارة ولذلك جاء التأكيد من خلال المطالبة ومن خلال حمل رسالة المطالبة بحق المكون الاكبر نعم وهذه كانت اهم قضية واضحة وبارزة اثناء الخطابات واللقاءات والاحاديث سواء الاحاديث العامة والاحاديث الجانبية نعم وكان التأكيد على هذه المفردة وعلى هذه القضية نعم في ظل الظروف المعقدة وفي ظل المشهد السياسي نعم الذي نعيشه حاليا نعم دكتور السيد الحكيم طالب الحكومة بتوظيف اسعار النفط المرتفعة في تحقيق الرفاء للشعب العراقي هل استجابت الحكومة لهذه الدعوات وكيف يمكن استثمار تلك الاموال عندما تكون هناك مطالبة بحقوق المحافظات المنتجة للنفط بكل تأكيد تأتي البصرة اول هذه المحافظات باعتبارها تنتج اكثر من 80% بل 85% من الناتج النفطي في البلد ولذلك البصرة لها حقوق متراكمة ولها حقوق مترتبة من خلال القوانين النافذة ومنها قانون الواردات واردات المحافظات وبالتأكيد من خلال الخمسة بترو دولار حتى انه تراكمت هذه الحقوق واصبحت ما يقارب من 25 تريليون هذه لوحدها تكفي بان تقلب وجه الخدمات في المحافظة طبعا هناك ايضا اشادة من جانب سماحة سيد الحكيمبي التطور المحوظ والايجابي من خلال وجود تقدم واضح وبارس في الكثير من الاحياء السكنية من خلال البنية التحتية ومن خلال واقع الكهرباء وكذلك المياه الصالحة للشرب وهذه كلها تحتاج الى ادامة من خلال توفير الاموال اللازمة وهذه الاموال ليست اموال اضافية انما هي اموال محافظة البصرة توفير فرص عمل لابناء البصرة في الشركات النفطية وبناء مستشفيات لعلاج المتضررين بسببها كانت ابرز مطالبات السيد الحكيم ماذا يمثل هذين المطلبين بالنسبة للبصريين طبعا هو حق طبيعي لابناء هذه المحافظة من خلال وجود الشركات النفطية العالمية الكبيرة التي تعمل في هذه المحافظة وبالتالي طبعا دون الغاء حقوق المحافظات الاخرى ولكن هو حق طبيعي عندما يكون العمل في هذه المحافظة يكون الحق بفرص العمل لابناء هذه المحافظة لذلك طبعا هناك تفاعل كبير مع هذا المطلب باليضافة إلى أن هذه المحافظة متضررة بشكل كبير من قضايا المخلفات الحربية ومن الصناعة النفطية وكان لهذا الضرر أثر واضح من خلال وجود الأمراض السرطانية التي تحتاج إلى توفير الخدمات الطبية اللازمة من خلال دعم دائرة الصحة دائرة صحة البصرة في المحافظة بالأموال التي تمكنها وطبعا كانت هناك في برنامج النخبة الكفاءات مداخلة للسيد مدير عام صحة البصرة بأن المحافظة أو دائرة الصحة في المحافظة لا يوفر لها في الوقت الحاضر إلا مقدار 20% من الاستحقاقات التي تحتاجها ولذلك طبعا كانت هذه المطالبات للمحافظة ضرورية وأساسية وتحتاج إلى استجابة من قبل الحكومة الاتحادية نعم عضو المكتب السياسي لتيار الحكم الوطني الدكتور حسن خلاطي كنت معي في المرصد الخبري شكرا جزيلا لانضمامك إلينا وهذه انتقال إلى ملف السوشال ميديا حيث صلت كتاب رأي ومدونون في مواقع التواصل الضوء على زيارة السيد الحكيم لمحافظة البصرة معتبرين إياها دلالة على رصانة القيادة الحقيقية عبر تغليبه مصلحة الشعب وتحقيق مطالبه كهدف سامن لآل بيت الحكيم نذهب إلى تغريدة في تويتر الباحث أبو الجواد الموسوي يؤكد فيها أن المحطات التي زارها السيد الحكيم في البصرة الفيحاء كانت مفعمة بالحب والولاء وقد برهن البصريون على عمق علاقتهم بالسيد الحكيم ومنهجه القويم وذلك بعدما أطلق خلال لقاءاته بالجموع والشخصيات رسائل عدة أهمها ضرورة التوافق في الحكومة القادمة وأنه لا يمكن كسر المكون الأكبر بالتحالف مع طرف فيه لا يمثل إلا نفسه أما الكاتب محمد حسن الساعدي فيقول في تغريدته على تويتر أيضا أن المتابع لحركة السيد الحكيم وزياراته إلى المحافظات وطبيعة طروحاته ومواقفه السياسية من مختلف القضايا يلمث بوضوح نهج الاعتدال والمرونة التي يتميز بها وأن طريقة تعامله مع الأزمات تجعل منه حلقة الوصل بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة فتأريخه وبداياته كانت مفتاح بناء هذه الشخصية السياسية بدوره يقول الإعلامي فاضل المخزومي في تغريدته في تويتر لنقف قليلاً لمنظور الشخصية المؤثرة بالمجتمع ففي التعامل والمواقف تعكس الشجاعة وتتجلى قوة الشخص لتبيان الأفضلية خاتماً تغريدته لتبيان الأفضلية خاتماً تغريدته بالقول زيارة السيد الحكيم للبصرة انموذج لذلك في منصة فيسبوك نشر الكاتب ثامر الحتشامي تدوين عن الزيارة بالقول أن كسر الأسوار بين القائد والقاعدة والعيشة وسط الناس للتعرف على حياتهم وأفكارهم واحتياجاتهم هي أبرز سمات القيادة الحقيقية وهذا ما فعله السيد الحكيم بزيارته إلى البصرة ليقدم مثالاً واضحاً واجلياً عن القيادة التي يجب أن تكون حاضرة في سلوك الساسة إلى أنستجرام هناك مقطع فيديو للمدون أثير الزيرجاوي لمحطات عن زيارة السيد الحكيم إلى محافظة البصرة لنتابع صامداً كنت وما زلت وحتماً ستكون بين عيني كان قيضاني وعود والسكون صامداً كنت وما زلت وحتماً ستكون وعلى عزمك لا خوف لا خوف ولا هم يحزنون قد يلين القيد لكنك حاش أن تلي ولأنها اللبنة الأولى لبناء مستقبل العراق وتشييد أحلامه أطلقت دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة العنان للمؤتمر الدولي لحماية الطفولة الذي يعنى بهذه الشريحة لوضع حلول حكومية ومجتمعية لإنقاذها من هول ما تعانيه نور السعيد والتفاصل عند الحديث عن الطفولة فإن أول ما يتبادل إلى الأذهان هو المستقبل أما في العراق فالحديث عنها يعني حكاية تحمل عداوين مختلفة بدءا من العمالة والتشرد واليتم إلى الأمية وما إلى ذلك من مشاكل الطفولة التي لا حصر لها في هذا البلد ومن هذه العنوين انبثق المؤتمر الدولي الأول لحماية الطفولة الذي أقامته دار ثقافة الأطفال في وزارة ثقافة وسياحة والآثار برعاية وكيل الوزارة وتعون مؤسسات بحثية ووزارة الداخلية ومنظمات مجتمع مدنيين معنيتين بالطفولة طبعا في كل شعاراتنا مهرجاناتنا نرفع شعار لأن الطفولة مستقبلنا فيما يتعلق بهذا المؤتمر رفعنا هذا الشعار حماية الطفولة مسؤولية الجميع مشاكل الطفولة في العراق كثيرة متراكمة تمتد إلى ما قبل 2003 إبان سياسات النظام السابق وطريقته في عسكرة المجتمع وتعبئة الأطفال والتشويه الذائقة الجمعية للأطفال اليوم ينتقل إلى مساحة أخرى بعد 2003 في هذا المؤتمر نصلط الضوء على كل هذه المسارب والمناحي ونقترح مجموعة حلول ومعالجات عبر مجموعة من الباحثين والمختصين في شؤون الطفولة عندما نتحدث عن الطفولة في العراق يدق ناقوس الخطر ويمتلكنا الخوف تجاه مستقبلهم وهو في نفس الوقت مستقبل العراق يشارك في هذا المؤتمر العديد من الباحثين من العراق وخارج العراق بلغ عددهم حوالي 350 باحث وزارة الثقافة هي الراعي للمؤتمر بالتعاون مع مركز بن حيان للبحوث والدراسات ونقابة المعلمين العراقيين ويعالج المؤتمر العديد من المحاور التي تصب جميعا في أهم المشاكل التي يعانوا منها الأطفال في العراق المشاركون في المؤتمر دوم خاوفهم مما آلت إليه أوضاع طفولة في العراق وما تعانيه هذه الشريحة من مشاكل على مختلف الأصعيدة وضعين أملهم في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر والخروج برؤية تستطيع تغيير واقع الطفولة في العراق نحن اليوم نشارك منظمات مجتمع مدني ونتكاتف مع المؤسسات الحكومية من أجل الخروج برؤية من شأنها أن تغير من واقع الطفولة السيئة الطفولة في تراجع في مجال الصحة والتربية والتعليم والثقافة والبيئة ونواجبنا نحن اليوم كم متخصصين في هذا المجال أن نبحث عن الحلول وأن تكون هذه الحلول واقعية وقابلة للتطبيق وليس مجرد تنظير ولأن حماية الطفولة مسؤولية الجميع لذلك يجب على شرائح المجتمع المختلفة الالتفات لها والعمل بجدية وحرص شديدين من أجل إنقاذ الطفولة في العراق نور السعيد الفراد ختام المرصد أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء دمتم دائما بخير إلى اللقاء